البداية من المهرة حيث عقدت لجنة الاعتصام السلمي اجتماعا استثنائيا للقيادات الميدانية للجنة في مدرية الغيظة لمناقشة آخر المستجدات والتطورات الأخيرة في المحافظة وأثناء الاجتماع أكد رئيس دائرة الرقابة والتفتيش بلجنة الاعتصام سعد القميري أهمية اللقاء من أجل مناقشة كثير من القضايا المجتمعية قائلا إن هناك ضربا للنسيج المجتمعي تقف وراءه الدول الخارجية ودع القميري القيادات الميدانية للجنة الاعتصام إلى رفع الحس الأمني واليقظة العالية والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة ودع القميري خلال الاجتماع القيادات الميدانية إلى تكثيف العمل التنظيمي والنزولات الميدانية إلى المواطنين وإطلاعهم على التحديات والأخطار المستهدفة لمحافظة المهرة وأشار رئيس دائرة الرقابة والتفتيش بلجنة الاعتصام إلى أن المرحلة المقبلة هي الأصعب أمام المواطنين في المهرة لمواجهة التحديات والمخاطر وإفشال جميع المؤامرات والمخططات التي تحاول النيلة من المحافظة من جانبه أشاد القيادي في لجنة الاعتصام السلمي بالمحافظة الشيخ علم سلم قمصيط بالقيادات الميدانية في مدرية الغيضة ودورهم الكبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمدرية هذا وحضر الاجتماع رئيس الدائرة الأمنية في الاعتصام سلم رعفيت ورئيس دائرة التوجيه والإرشاد سميح الوضاحي ونائب رئيس الدائرة الأمنية بالاعتصام محمد سعيد بلحاف نهني نفوسنا ونهنيكم بحلول الذكرى الخامسة للتأسيس لجنة الاعتصام الذي تأسست فيه 25 يونيو 2018 وبعد تقريبا حوالي عشر أيام يعني بتحل علينا هذه الدكرى وحقيقة ذكرى غالية يعني خمسة سنوات من عمر لجنة الاعتصام خمسة سنوات من عمر الانجازات التي تحققتها على مستوى المحافظة والمجريات حقيقة نحن نمدح نفوسنا كثير ولكن الواقع يشهد لنا أن لجنة الاعتصام يعني مثل ما شرنا أنه صارت رقم صعب وحققت رقم عالي بالنسبة للمكونات الموجودة سواء كان على ساحة محافظة المهرة أو حتى على مستوى محافظات المحافظات اليمينية وأيضا يعني صار لها صوت مسموع حتى على المستوى الخارجي كما قال رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة سعد القميري إن إطالة أمد الحرب يأتي لمصلحة الإمارات قميري أضاف خلال اجتماع للجنة إن تحالف السعودية والإمارات مستفيد من استمرار الحرب لبسط نفوذه في اليمن يجب أن تكون عندنا اليقظة وتكون عندنا الروح المعنوية العالية يعني في مواجهة مثل هذه المخططات أنا حقيقي يعني أطلقت على هذه أن هذه مشاريع مشاريع الإمارات يعني تحاول أن تروج بين فترة وأخرى تروج مشروع وتنفذها في عذن عبر مدرس الانتقال وبالتالي يعني يتحاول يعني من خلال هذه المشاريع أن تبسط نفوذها أو حتى أنها يعني تمد فترة الحرب تحاول أن تستفيد من هذه الحركات التي تسويها يعني خلال هذه الفترة أنه حتى يعني يطالت فترة الحرب يعني في اليمن لمصالحها الشخصية يعني هي مستفيدة من اسكترا مستفيدة من حضرموت مستفيدة من عذن مستفيدة كل الدول التي تحالف يعني مستفيدة ما أظن أنه خلال الفترة هذه ثمانية سنوات لو مش مستفيد السعودي والإمارات أعتقد أنه من اليوم الثاني بتكون قد غادرة اليمن لكن أكيد أنه في مصالح موجودة يعني يتحافظ يعني في الوقت الحالي على مصالحها في المحافظة